كان لي شرف اليوم أن أقدم إلى سيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أوراق اعتمادي الموقعة من قبل الرئيس السربي أليكساندر فوتشيج الذي عينني كسفيرة فوق العادة لسربيا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أود أن أشكر الرئيس تبون على الترحيب الكبير واللقاء المتميز الذي خصني به اليوم إنه لشرف كبير وفخر وامتياز أن أمثل جمهورية سربيا بالجزائر بلدينا يتقاسمان 62 سنة من العلاقات الدبلوماسية التي ارتقت إلى علاقات صداقة علاقات تأسست خلال الثورة التحريرية المجيدة سربيا مصممة على توطيد علاقات الشراكة والتعاون وتعزيز الحوار السياسي بين البلدين خلال مهمتي في الجزائر سألتزم بترقية العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الجزائري والسربي والعمل على تحقيق رؤية مستقبلية مشتركة ويصدر لرغمات التحقيقية إلى المستقبلية شكرا ريال